كيف يمكنك تخلص من سواد أصابع القدمين بطرق طبيعية؟ الحليب يعد أحد أقدم العلاجات الطبيعية وأكثرها فعالية للأقدام الدكنة إذ إن الحليب مصدر غني بحمض اللكتيك الذي يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة ويبيض البشرة ويعمل كمرطبا ولا يسمح للجلد بالتشقق والجفاف ما عليك سوى تدلك أصابع القدم بالحليب يوميا وتركه على سطح الجلد لمدة ربع ساعة على الأقل قشر البرتقال يعد البرتقال مصدرا غريا بفيتامين جيم الذي يرفع من مستويات الكلوتاثيون في كرات الدم الحمراء وبالتالي يعمل على تفتيح صبغات الدكنة في أصابع القدم لتسفيد من فوائد قشر البرتقال خذ بعضا من مسحوق قشور البرتقال المجففة ثم أضف الماء أو الحليب إليه وافركه على أصابع القدم واحتفظ بها لمدة ربع ساعة واغسله بعد ذلك البطاطا تحتوي البطاطا على إنزيم الكاتوكولاز الفحل في تقليل الصبغات والبقع الدكنة على الجلد ما عليك سوى تقطيع البطاطا إلى شرائح وفركها على المناطق الدكنة من يديك وقدمك الخيار يساعد الخيار في إزالة البقع الدكنة وتنعيم سطح البشرة أفرك شرائح الخيار على أصابع القدم وتركها لمدة ربع ساعتين قبل غسله بالماء يمكنك أيضا إضافة عصير الليمون إليه لحصول على نتائج أفضل قناع الشوفان والطماطم يمكن أن يؤدي استخدام قناع الشوفان والطماطم إلى تقشير الجلد وبهذا قد تحصل على بشرة نظرتين ذات ملمس ناعم لتحصل على قناع الشوفان والطماطم اخلط ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة من عصير طماطم وملعقة من اللبن الرائب ثم ضع العجينة على أصابع القدم واغسلها بعد ربع ساعتين باستخدام الماء البارد نصائح لتسريع التخلص من سواد أصابع القدمين قم بإجراء الفحوصات الطبية إذا كانت أصابع قدمك الدكنة مرتبطة بحالة صحية أساسية مثل السمنة ومرض السكر فإن العلاج سيشمل الأدوية أو أنواع العلاج الأخرى أو تغيرات في نمط الحياة لهذه الحالة نظف بشرتك يوميا يمكن أن تسبب الأوساخ سددا في بشرتك فتجعلها تبدو أغماق رطب بشرتك يوميا احرص على ترطيب بشرتك بعد غسلها بكريمات أو مراطبات منزلية قشر بشرتك بانتظام ذلك لإزالة الخلية الميتة من سطح الجلد لكن تجنب التخشير أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع تجنب التخشير أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع تجنب التخشير أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع